أهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند تريند فقرة تريند تريند النهاردة فيها بيان وفيها كلام وتفاصيل ومعلومات لأول مرة بتتقال في الفترة الحالية بسبب أنه خلاص أصبحت هناك لجنة للحكام بتدير الفترة القادمة والعمر المتبقي من مسابقة الدور العام يمكن النادي الأهلي أصدر بيان منذ لحظات قليلة البيان لأعلاقة بالأحداث التي حدثت بالأمس في مباراة الاتحاد السكنداري والأهلي وبالتأكيد كانت مفاجأة بالنسبة لأداء التحكيمي اللي بيحصل في المباراة الأخيرة في ظل وجود تكنية الفار بيان النادي الأهلي أن النادي الأهلي بيطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكمية وتحديد معايير واضحة لاختيار الحكام بالنسبة للمرحلة القادمة أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابا للتحاد كرة القدم تطالب فيه بإيقاف الأخطاء التحكمية غير المبررة والتي تشهدها مباراة الأهلي في بطولة الدوري مثل ما حدث في المباراة الأخيرة والذي ارتكب خلالها الحكم أخطاء فجة أثرت على نتيجة المباراة وأكدت الإدارة على ضرورة تفعيل دور مراقبي الحكام الذين يتم تعيينهم من قبل اتحاد القرى للوقوف على مثل هذه الأخطاء والحد منها كما طالبت إدارة النادي بإيقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة الأمس والذي يحاول وباستمرار استفزاز مشاعر اللاعبين والجهاز الفني ويصدر بحقهم العقوبات وأكدت إدارة النادي على ضرورة تحديد طريقة زات معايير واضحة لاختيار الحكام تتماشى مع مبادئ وقوانين كرة القدم وجاء في خطاب النادي للاتحاد اليوم أن الحكم الذي أدار مباراة الأمس يدير المباراة الرابعة للأهل هذا الموسم والثانية خلال 12 يوم في حين أن الحكم المصنف رقم واحد لم تسند إليه إلا مباراة واحدة للأهل كما أن لجمة الحكام جاءت بالحكم الكرواتي إيفان بيبك لإدارة مباراة القمة بالرغم من استبعاده من حكام النخبة في أوروبا واستبعاده من قبل لجمة الحكام بالاتحاد السعودي بسبب أخطاه الفجة وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة الأهل وبيرمتز الموسم الماضي وأصارت قراراته غير الموفقة حين زاج جدلا كبيرا وللأسف جاءت لجمة الحكام بذات الحكم ليرتكب نفس الأخطاء في حق الأهل والتي تخالف جميعها قانون كرة القدم وشددت إدارة النادي على ضرورة إرساء العدالة بين الأندية المتنفسة والالتزام بمبادئ وقوانين كرة القدم ترجمة نانسي قنقر